الأزرق على بعد نحو 20 كم من حدود السودان وقرّت ولاية النيل الأزرق السودانية وإقليم بني شنغول قمز الإثيوبي نشر القوات المشتركة وأنهى الجانبان في الدمازين أمس أعمال مؤتمر تنمية تطوير العلاقات الحدودية نكتفي بهذا القدر من هذا الخبر السيد عبد الرحمن للسودان تجربة ناجحة في نشر القوات ما بين السودان وشات وتأميم مثل هذه الحدود يؤمن أمر تهريب السلاح والسلح أمر الاستقرار على المستوى الأمني ما بين السودان وأيسيوبيا كيف تقرأ مثل هذه القوات المشتركة ما بين البلدين نشرها للتأميم طبعا مؤتمر الولايات المتحدة ما بين السودان وأيسيوبيا ليس جديدا انأقد عدة مرات وهذا منه التنسيق والتعاون بين الأقاليم والولايات المتحدة في كل من السودان وأيسيوبيا لكن قضية السيادة وحماية السد النهضة ونشر القوات يأخذ قادة هذه من أعمال السيادة وأعمال السيادة لا ينهض بها المركز ولا تنهض بها الولايات لا تستطيع الولايات تأتخذ قرارات حاسمة في قضايا سيادية كهذه بالأسف يعني كثير يدخلون في ميادين غير ميادينهم ويصرحون لتصريحات غير مخولة لهم التصريح بها وهكذا تصريحات تصريحات مضرة وهم لا يمثلون أصلا جهة الاختصاص التي يمكن أن تتحدث عن هكذا الأعمال